السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص أصداء الحكمة قصتنا اليوم من القصص الخيالية المشوقة وهي بعنوان الأميرة والراعي والكلاب ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على سيد الأنام وآله وصحبه الكرام كان لأحد رعاة الغنم طفلان ابن وبنت وحينما جلس على فراش الموت نظر إلى ولديه وقال لهما وهو حزين لفراقهما إني لم أترك لكم إلا بيتا صغيرا وثلاثا عجد فاقسمها بينكما كما تحبان واحذر أن تتخاصم من أجل القسمة مهما تكن الأحوال وحينما مات الأب سأل الأخ أخته ماذا تحبين أيتها الأخت العزيزة أتحبين الغنم أم المنزل الصغير فاجابت أخته إني أفضل المنزل الصغير حتى يمكنني أن أعيش فيها فوافق أخوها بنفس راضية وأعطاها المنزل الصغير وأخذ النعجات الثلاث وخرج ليبحث عن حظه في هذا العالم الواسع راجيا أن يوفقه الله ويجعله سعيد الحظ في الحياة وقال لنفسه لقد ولدت يوم الجمعة وهو يوم سعيد وأسأل الله أن يجعلني سعيد الحظ ودع الأخ أخته وداعا رقيقة وودعته الأخت وهي تدعو له بالنجاح والتوفيق وترجوه أن يتذكرها ولا ينساها أبدا وشكر الأخ لأخته هذا الدعاء وبعدها أن يتذكرها على الدوام ويكتب إليها دائما يصف لها ما لاقاه وما رأاه في رحلته ساق الرعي نعجاته الثلاثة أمامه وبدأ رحلته واستمر مدة طويلة والحظ يبتعد عنه ولا يصادفه ويعيش مع نعجاته الثلاث يرعاها ويشرب لبنها ويبيع صوفها وذات يوم جلس الراعي حزينا يظهر عليه الكدر والاكتئاب عند مفترق الطرق فمر أمامه فجأة رجل غريب ومعه ثلاثة كلاب سود كل كلب منها أكبر من الآخر وقال له السلام عليك أيها الرعي إني أرى معك ثلاث نعجات سمان فهل تبادلني وتعطيني النعجات الثلاث وأعطيك الكلاب الثلاثة؟ فرد عليه الرعي السلام وابتسم على الرغم من كآبته وحزنه وسأله ماذا أفعل بكلابك وما الفائدة التي أستفيدها منها؟ إن غنمي لا تكلفني شيئا في إطعمها فهي تأكل النبات والأعشاب من الطريق وأنا سائر وأتغذى بلبنها وأبيع صفها وتالد لي خرافا صغيرة أن تفع بثمنها أما الكلاب فإنها تحتاج إلى من يبحث لها عن الطعام ويقدمه إليها وليس عندي حديقة أو مزرعة أو ضيعة لأفكر في أن تحرسها الكلاب فأجابه الغريب إن كلابي ليست من الكلاب العادية فهي كلاب لا نظير لها في الوجود ستطعمك متى أحببت ولن تحتاج إلى أطعامها وستكون سببا في سعادتك فالكلب الصغير اسمه سمسم يمكنه أن يحضر لك مائدة عليها اللذيذ من الطعام والشرب في أي وقت أردت والكلب الأوسط اسمه سبع الليل يستطيع أن يدافع عنك ويحافظ عليك ويقتل أي مخلوق يحاول أن يمسك بسوء أو ضرر ويقطعه قطعا قطعا والكلب الكبير اسمه قاطع وهو كلب شديد القوة يمكنه أن يقطع الحديد والصلب بأسنانه فاقتنع الراعي بهذا العرض ووافق على المبادلة وأعطى الغريب النعجات الثلاث وأخذ منه الكلاب ولكي يجرب صدق هذا الوصف نادى الكلب الصغير وقال له يا سمسم إني جائع وفي حاجة إلى الطعام ولما انتهى الراعي من كلامه اختفى الكلب ثم راجع بعد دقائق ومعه سلة كبيرة مملوئة باللذيذ من أنواع الطعام والشرب وسلم الراعي على الغريب وافترق كل منهما عن الآخر وهنأ الراعي نفسه بهذه المبادلة وأحس بأن الحظ بدأ يبتسم له واستمر في رحلته فرحا مسرورا راضيا بثروته الجديدة وذات يوم كان الراعي ماشيا في الطريق فقابل عربة سوداء يجرها حصانان أسودان وفوق كل منهما غطاء أسود والسائق يلبس ملابس سوداء وفي داخل العربة ركبت فتاة فائقة الجمال تلبس رداء أسود وتبكي بكاء مريرا وقد مشى الحصانان ماشيا بطيئا ورأسهما منخفضان نحو الأرض وقد ظهر عليهم الحزن الشديد لاحظ الراعي هذا المنظر المحزن فأحس أن في الأمر شيئا وسأل السائق لماذا كل هذا الحزن وما السبب في هذا كله فنظر إليه السائق ولم يجب عن السؤال فكرر الراعي السؤال عن السبب في هذا الحزن فأخبره أن في هذه الجهة وحشا عجيبا ضخما جسمه جسم الأفعى وله جناحان كبيران ونابان حدان يفرض على بلادنا أن تقدم له فتاة جميلة ضحية كل سنة ليأكلها وقد أصابت القرعة في هذه السنة ابنة السلطان فحزن أبوها وأمها وجميع من بالقصر وشاركت البلاد كلها السلطان في حزنها وأعلن الحزن العام في البلاد فتألم الراعي كل الألم لهذه الأميرة التي سيضحى بها وصمم على أن يتبعها ويعمل على إنقاذها ومشى وراءها حتى وقفت العربة عند أسفل الجبل ونزلت الأميرة من العربة وهي حزينة باكية ومشت ببطء وأخذت تتسلق الجبل لتلقى الموت الذي ينتظرها ورأى السائق الراعي وهو ماش وراءها بكلابه الثلاثة فحذره أن يتبعها أو يذهب معها إذا كان يفكر في الحياة فلم يصغي الراعي إلى نصيحته وصمم على أن يصعد الجبل معها ولا يتركها وحدها مهما تكون النتيجة وصعد الراعي الجبل حتى وصل مع الأميرة إلى منتصفه من أعلى فرأى وحشا عجيب الخلقة قبيح المنظر بشع الصورة له جسم كجسم الأفعى ونابان مخيفان وجناحاه كبيران تخرج النار الملتهبة من فمه وقد أقبل جهتهما مستعدا كل الاستعداد لأكل ضحيته التي تقدم إليه كل سنة فلم ينتظر الراعي حتى يقبض الوحش على الأميرة بل نادى كلبه الثاني قائلا له أسرع يا سبع الليل لإنقاذ الأميرة من ذلك الوحش القتل وفي الحال قفز الكلب على الوحش وابتدأ قتال فضيع بينهما وألقاه الكلب على الأرض مجروحا وهضه من رقبته بأنيابه الحدة فقضى عليها وقتله شر قتله ثم أكله ولم يبق منه شيئا غير نابيه فالتقتهما الراعي ووضعهما في جيبه ورأت الأميرة القتال الشديد والصراع الوحشية بين الكلب والوحش فخافت من هذا المنظر المخيف وأغني عليها وارتمت عند قدمي الراعي ثم أفاقت من إغنائها بعد أن قتل الكلب الوحش وسرت سرورا لا نهاية له فقد أنقذها وأنقذ بلادها من شره ومن الضحية التي تقدم إليه كل سنة ثم تقدمت إلى الراعي الشجاع الذي كان سببا في إنقاذها من الموت وقدمت له أكثر الشكر وأجمل الثناء لمرافقتها والعمل على نجاتها ورجته أن يرجع معها إلى بلادها ليراه أبوها ويشكر له شجاعته ويكافئه المكافأة اللائقة بنبله وإخلاصه وشجاعته فقال لها الراعي إنني لم أفعل شيئا أستحق عليه الشكر والمكافأة ولم أقم بأكثر من الواجب وكنت أحب أن أرجع معك إلى وطنك ولكنني قد رسمت لنفسي خطة للذهاب في رحلة حول العالم لرؤية ما فيه من مناظر جميلة والانتفاع بما أرى من تجارب وخبرات وأعدك وعدا حقا بأن أزور بلادك بعد ثلاث سنوات كاملة أقضيها حول العالم وإني مصمم على هذه الرحلة لأرى حظي فيها ولن يستطيع أحد تغيير ما عزمت عليها فوافقت الأميرة على فكرته ولم ترح عليها ورجع معا ونزل من الجبل حتى وصل إلى المكان الذي وقفت فيه عربتها عند أسفل الجبل فوجد السائق منتظرا في العربة وقد ودعت الأميرة الراعي الشجاع وكررت له شكرها فودعها وركبت عربتها وفارق كل منهم الآخر وهي تحمل له أحسن الذكر وهو يحمل لها أدبها وكمالها وصارت في طريقها إلى عاصمة بلادها وصار هو في جهة أخرى ليتم رحلته الطويلة حول العالم ومعه كلابه الثلاثة الأوفياء وقد رجعت العربة بالأميرة واستمرت في طريقها حتى وصلت إلى جسر مقام على نهر من الأنهار وبعد أن صارت العربة إلى منتصف الجسر وقف السائق فجأة ثم التفت إلى الأميرة وقال إن الشاب الذي أنقذك سافر إلى بلاد العالم ولم يهتم بالرجوع معك مع أنك قد ألححت عليه ليزورك ويمكنك أن تجعلي فتى فقيرا مثلي سعيدا بأن تخبري أباك بأني أنا الذي قتلت الوحش ونجيت حياتك منه فيكافئني ويسمح بأن أتزوجك فأصير سعيدا في هذه الحياة وإذا رفضت أن تقول له هذا رميتك الآن في النهر فتغرقين وتموتين ورجعت بدونك وسيعتقد الجميع أن الوحش قد قتلك كالمعتاد كل سنة فخافت الأميرة حينما سمعت هذا التهديد من ذلك السائق المجرم وتألمت منه كل الألم لأنه يريد أن يضطرها إلى الكذب وتغيير الحقيقة والإخبار بغير الصدق واضطرت أن تعيده بأن تقول أنه هو الذي قتل الوحش وأنقذ حياته وصممت في نفسها ألا تتزوجه لأنه رجل خائن لا يعرف الوفاء كاذب لا يتحلى بالصدق ويريد أن يشرك غيره معه في الكذب ورجعت العربة إلى العاصمة وفيها الأميرة سالمة لم يمسها سوء ولم يكن من المنتظر رجوعها تتمتع بالحياة ففرح السلطان والسلطانة برجوعها فرحا لا نهاية لها وعنق ابنتهما العزيزة ودموع الفرح تتساقط من أعينهما وعنق السلطان المنقذ المزيف وانتشر الخبر في البلاد وانتشر السرور في كل مكان وأنزلت الأعلام السوداء المعلقة على أبراج القصر وعلى كل بناية حزنا على الأميرة المحبوبة ورفعت الأعلام الخضراء في جميع الأماكن فرحا بنجاة بنت السلطان وقال السلطان للسائق إنك لم تنقذ حياة ابنتي وحدها بل أنقذت كل أسرة في الشاب وخلصتها من هذه الضحية التي تقدم لذلك الوحش كل سنة لهذا سأكافئك مكافأة ثمينة وأعطيك الأميرة لتكون زوجة لك فحياتها منسوبة إليك ولكن الزواج سيؤجل سنة لأنها لا تزال صغيرة وسنحتفل بزواجكما احتفالا عظيما يليق بكما فشكر السائق للسلطان هديته النفيسة التي لا تقدر بمال وأمر السلطان بصنع ملابس تليق بخطيب الأميرة وتناسب مركزه الجديد في القصر ولكن الأميرة المسكينة في حيرة وفي مركز صعب ولا تستطيع الآن أن تذكر الحقيقة كما هي فقد وعدت السائق بأن تخبر أباها أنه هو الذي نجاها وكيف تفي بهذا الوعد وهو الكذب عينه وكيف تعترف بالمنقذ الحقيقي وهو الآن غائب في رحلته كانت الأميرة في حيرة شديدة ولم تصر بالوعد الذي وعده أبوها بأن يتزوجها السائق ولم تسمح الظروف بالمعارضة ولم تجسر على أن تأتمن أحدا وتذكر له سرها فأخذت تبكي بكاء مريرا ولم يعرف أحد السبب في بكائها وحينما انتهت السنة رجت الأميرة أباها كل الرجاء أن يؤخر الزواج سنة أخرى فوافق أبوها على التأجيل لتحقيق رغبتها وقد مرت الأيام مرورا سريعا وانقضت هذه السنة كما انقضت السنة الأولى فذهبت إلى أبيها وألقت بنفسها عند قدميها ورجته أن يتركها سنة ثالثة حتى تتحسن حالها وتقوى صحتها فوافق السلطان على رغبتها وأجل الزواج فسرت الأميرة سرورا كثيرا بالتأجيل وتأكدت أن منقضها الحقيقية سيرجع إليها في نهاية السنة الثالثة من رحلتها وقد مرت الأيام وانتهت السنة الثالثة كما انتهت السنتان السابقة ولم يبقى للأميرة عذر تعتذر به للتأجيل فحدد موعد الزواج وأمر السلطان بعمل الاستعدادات لزواج الأميرة ونشرت أعلام الفرح في كل مكان وأضيئة الأنوار وحضر الموسيقيون وأخذت الموسيقى تعزف وانتشر الفرح في جميع جهات العاصمة وجاء الناس من البلاد للاشتراك في الاحتفال بزواج الأميرة والتمتع بمناظر الاحتفال وفي يوم الاحتفال بزواج الأميرة حضر إلى العاصمة شاب شجاع غريب عن البلاد ومعه ثلاثة من الكلاب السود فوجد الأعلام منصوبة في كل مكان والأضواء معدة على كل بناء والموسيقى تعزف ورأى العاصمة مزدحمة بمن حضر من البلاد لرؤية فرح الأميرة فسأل عن السبب في هذه الاحتفالات فأخبر بأن الأميرة المحبوبة ستتزوج في هذه الليلة بالسائق الذي قتل الحيوان المتوحش وأنقذ حياتها وحياة الشعب فكذب الشاب الغريب هذا الخبر وعارض هذا للدعاء الكاذب الذي يدعيه السائق وأخذ يخبر الناس أنه هو الذي نجى الأميرة من الخطر فلم يسغي إلى كلامه أحد وقبض عليه والسجن في سجن داخل قطبان حديدية وضع الشاب الغريب في السجن وجلس على حصير من القش وهو حزين لسوء حظه وأخذ يفكر في الأمر وقتا طويلا وأخذت كلابه الثلاثة تنبح خارج أبواب السجن فاستغث الشاب بكلبه الكبير قاطع وناداه وقال أقبل يا قاطع الحديد لمساعدته في الخروج من السجن وفي الحال قفز الكلب الكبير إلى نافذة السجن وأخذ يقطع قطبان الحديد من النافذة حتى انتهى منها في وقت قصير وقفز بجانب الرأي فخرج الرأي من نافذة السجن ومعه كلبه قاطع الحديد وصارت الكلاب الثلاثة وراءه وهو حزين أشد الحزن فالمكافأة سينالها السائق الذي لا يستحقها والأميرة سيتزوجها ذلك الكاذب الذي ادعى أنه أنقذها وقد حرم الشاب الغريب وهو الرأي الشجاع مع أنه هو الذي لازمها ولم يتركها وحدها وعرض نفسه للخطر ونجاها بكلبه وأحس الرأي الشاب بالجوع فجلس وطلب من كلبه سمسم إحضار الطعام فذهب الكلب ورجع بعد قليل ومعه فوطة مائدة قد نقش عليها تاج السلطان وملئت بأنواع الطعام اللذيذ فأكل حتى أزال ألم الجوع ثم رجع الكلب سبع الليل إلى الأميرة بالقصر فوجد السلطان قد جلس على رأس المائدة التي أعدت لحفل الزواج وحوله السلطانة والأميرة وعريسها المنقذ المزيف وبعض الأمراء والوزراء وكبار رجال القصر فذهب سبع الليل إلى الأميرة الحزينة ولحس يدها بشكل رجاء أو استهطاف يدعو إلى النظر والدحشة كأنه يقول لها إن الرعي الذي نجاك وخلص البلاد من شر الوحش قد حضر بعد الموعد الذي حدده وهو ثلاث سنوات وكان ينتظر منك أن تذكر الحقيقة حتى يظهر الحق ويزول الباطل ولا تتزوج سائقا كاذبا خائنا رأت الأميرة الكلب الأسود فعرفته ورحبت به كل الترحيب فهو الذي قضى على الحيوان المتوحش وسرت سرورا كثيرا برؤيته وفرحت كثيرا برجوعه وفهمت أن منقذها الشاب قد حضر ووفى بوعده وهنا وجدت الفرصة للاعتراف بالحقيقة ومكافأة المنقذ لها حقا فتشجعت ووقفت في أثناء المائدة وذكرت لأبيها والحاضرين قصتها من أولها لآخرها وما فعله الراعي الشجاع من متابعتها وملازمته لها وتعريض نفسه للخطر وقتل الوحش بهذا الكلب الواقف بجانبها وبينت ما فعله السائق من تحريضه من تحريضه للراعي بعدم ذهابه معها وبرده عن متابعتها وتهديده إياها بإلقائها في النهر وإغراقها إن لم تغير الحقيقة وتذكر أن المنقذ لها هو السائق وقد اضطرت إلى السكوت وهي حزينة وإلى تأجيل الزواج ثلاث سنوات حتى يرجع منقذها الوفي المخلص من رحلته التي حددها بثلاث سنوات وأخبرته أنه الآن قد حضر ووفى بوعديه وهو المستحق الشجاع للمكافأة لا هذا السائق الخائن الكاذب الذي فكر في إغراقها في النهر وقتلها فأرسل السلطان في الحال ضابطا ليتبع الكلب ويلازمه ويذهب إلى صاحبه ويحضره معه فذهب الضابط مع الكلب وقابل صاحبه ورحب به ودعاه لمقابلة السلطان والأميرة وحضور حفل الزواج فذهب الراعي الوفي إلى السلطان وعانقه وشكر له شجاعته ووفاءه وسلمت عليه الأميرة وفرحت بقدمه فهو البطل الذي نجاها وهو الذي لازمها وقت الخطر حتى أنقذ حياتها ولم يكن الراعي في حاجة إلى أن يخرج من جيبه نابي الوحش الذين احتفظ بهما ذكرى لهذه الحادثة ليثبت أنه هو الذي أنقذ الأميرة فالقضية ليست في حاجة إلى دليل وإثبات فقد اعترفت الأميرة بالحقيقة وأعجب الحاضرون بالراعي الوفي الشجاع وفي ذلك الوقت اصفر السائق الخائن اصفرارا شديدا وتغير لونه من الخزي والعار حينما رأى الشاب الذي أنقذ الأميرة من الوحش وسمع الحقائق المرة التي صرح بها الأميرة ورجع من السلطان العفوة والمغفرة والصفح عن الجريمة التي فكر في ارتكابها وعن للدعاء الكاذب الذي ادعاه ومحاولته قتل الأميرة وأغراقها في النهر فاحتقر الجميع السائق وكادوا يقتلونها لو لا تدخل الراعي الوفي ورجاءه السلطان لاكتفاء بطرده فاكتفى السلطان بطرد السائق الذي حاول قتل الأميرة وحل محله الراعي الوفي وجلس بجانب الأميرة ليكون زوجا لها وهنأه الجميع وسرت الأميرة كثيرا وفي هذه المرة لم ترجو أباها أن يؤجل الزواج فقد كانت تؤجله حتى يحضر منقذها الحقيقي من رحلته الطويلة وقد حضر بعد ثلاث سنوات كما وعد وأجلت الأميرة الزواج ثلاث سنوات حتى يحضر ولم يعرف أحد سوى الأميرة السبب الحقيقي للتأجيل وقد تزوج الراعي الوفي الأميرة وعاش الزوجان عيشة سعيدة هانئة راضية ولم ينسى الراعي الوفي أخته الفقيرة فقد فكر فيها وأرسل إليها عربة خاصة لإحضارها وأرسل لها هدية من الملابس الثمينة والجواهر الغالية فحضرت إلى قصر أخيها واستقبلها أخوها هو والأميرة استقبالا حرا ورحب بها كل الترحيب وأخذها أخوها بين ذراعيه لشدة شوقه إليها وإلى رؤيتها وقد كان يذكرها دائما في غربته ولم ينسها لحظة واحدة قال أحد الكلاب الثلاثة للراعي الوفي إن واجبنا قد انتهى ولست في حاجة إلينا يا سيدي بعد الآن وبلغت كل ما تتمنى من الحظ السعيد وبعد أن انتهى الكلب من كلامه تحول الكلاب الثلاثة إلى ثلاثة طيور طارت في الجو وقد وفق الله الزوجين في حياتهما السعيدة وشاركت هما أخت الراعي الوفي في سعادتهما وفرحهما تمت قصتنا المشوقة وإلى اللقاء في قصة أخرى من قصص أصداء الحكمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته